موسيقى موسيقى أشباه الرجال هم ضحايا نساء ولا ضحايا بيتهم أهلا بكم وحلقة جديدة من ضد الرجالة ولكن لغات الحب مختلفة وليها لغات كتير قامة مش كل واحد فينا بيقدر يعبر عن حبه بنفس الطريقة مهمة قوي ان احنا نتعرف او نعرف ايه اللغة اللي بيحبها شرك حياتنا عشان نقدر نملى خزانه العاطفي كلمة الخزان العاطفي كلمة غريبة شوية بس هي كلمة اساسية او هي كلمة الاصح لمشاعرنا لازم كل واحد فينا يعرف اللغة اللي شريكو بيحبها او اللغة اللي بتقدر تملى خزانه العاطفي النهاردة في حلقتنا عن لغات الحب هنقول لكم ايه هي لغات الحب الخمسة وازاي اقدر اتعرف عن لغة الحب بتاعت شريكي وازاي اقدر نملى خزانه العاطفي ونرحف بدفنا دكتور إبراهيم هيكل استشاري العلاقات الانسانية والصحة النفسية اهلا بيك يا دكتور Asheab اهلا بيك يا دينا شرفتنا المهاردة داينا النهاردة حلقيتنا مميزة جمدة ورأة طبعا كل واحد فينا لطريقة معانا عشان يقدر يعبر عن الحب فيه ناس بتقدر تعبر باللمس فيه ناس بتقدر تعبر بالأفعيل فيه ناس تقدر تعبر بالموقف وفيه ناس بتقدر تعبر بالسمع وطبعا فيه كتاب شهير بتاع لغات الحب الخمسة لكن انا وحضرتك اتفاقنا في الكواليس ان لغات الحب كتير قوي اكتر من خمسة طيب نبدأ باول طريقة ونقول مثلا لغة الحب بالكلام خلينا نقول الاول ان الحب هو اكبر اتفاق بين شركين طبعا وهسرق منك الكلمة اللي انت قلتيها الخزان العاطفي الحب اكتر حاجة ممكن تملى هذا الخزان اللي ممكن يتملى بسهولة جدا وممكن يتفضى بكل سهولة بيتملى ازاي بيتملى بمواقف ويتفضى ازاي برضو بيتفضى بمواقف علشان كده احنا لازم نفهم ايه انماط شخصيتنا ولازم نفهم ايه هي لغة الحب بتاعتنا علشان لازم نتعلمها الحلقة بتاعتنا النهاردة هي حلقة مميزة وانا شايف ان هي مميزة ليه لان كتير من البيوت النهاردة افتقدت كلمة الحب وقيمة الحب بجد والله يا دين لو احنا فهمنا المنظومة ماشية ازاي في البيت باركانه كلها هتلاقي ان كلمة الحب هي الدافع الاساسي لنجاح اي بيت علشان كده احنا لازم نعرف لغات الحب بجد عشان نقدر نتعرف عليها بجد وما ننكرهاش واي رجل واي ست واي طفل عنده احتياج لشعور معين من الحب لازم يتملى الخزان ضروري وإلا سينتج عندنا اجيال ما عندهاش هذا الخزان فتبقى فقدة كل حاجة في الحياة النهاردة لما نيجي نشوف النتيجة النهائية لاي علاقة بين شاركين ومش قصدي شاركين يعني اتنين متجوزين او اتنين بيحبوا بعض او مخطوبين ده العلاقة بين الاب وابنه العلاقة بين البنت وامها العلاقة بين الاسرة والمجتمع كله العلاقة بين الاقارب كل ده هتلاقيه قايم على كلمة واحدة بس اللي هي كلمة الحب علشان كده لو فهمنا لغة الحب عند كل واحد فينا هنفهم وعلى فكرة مفيش احنا لو احنا لخصنا لغات الحب الخامسة اللي احنا اتكلمنا عنهم دول هما دول هتلاقي كل واحد فينا عنده لغة وليها مدخل موجود فينا دينا ليها ابراهيم وكل واحد معانا ليه مدخل من مداخل لو انت عرفت المفتاح دوت ادخل وافتح وادخل براحتك خالص كل خزان ودي مفتاح يعني فيه كمان مقولة بتقول كلما حرست على ملء خزان طفلك العاطفي كلما كان الطفل اكثر اتزانا وقوة يعني حتى الاطفال منذ الصغر بيبقوا حرسين ان انا ملء خزان العاطفي دايما بنقول للام احدوني الطفل دايما دايما بنقول لها طب طبي عليه دايما خليك دايما جنبه دايما ادي له بوسف خده كلما اعمل حاجة قولي له برافو سقفيله دايما ندي له كلمات التشجيع كل دا بيملى الخزان العاطفي عند الطفل فالطفل بعد كده بيبقى اكتر طلبة ان هو يقدر يتحمل ضغوطات الحياة وبيكون اكثر قوة ان هو يواجه اي صعوبات ممكن تقابله في حياته اكتر من اي طفل ما تحضنش وما تعملش معاه بلغة الحنية واللغة اللغة التلامس الجسدي ولغة الحب بمعنى اصح فكل واحد فينا دي خزاني والخزان بتاعه ليه مفتاح عشان يقدر يملى عشان كده لازم برضه اعلق على الحتة الجميلة ديت ان العلاقة بين الازواج هي علاقة اسمها علاقة حتى بس مش مشروع الحب هو المشروع والمشروع ده عايز استثمار اكيد وعشان ينجح الاستثمار يبقى انت لازم تدي بكل ما قطيت من قوة يبقى انت علشان تنجح مشروعك اللي هو بيتك اللي هو كيانك اللي هو عيلتك اللي هو جرانك اللي هو حياتك اللي هي علاقتك الاجتماعية لو عايز تنجح فيها اعرف لغات الحب الخامسة طيب ناخد اول لغة من لغات الحب ونقول قالو لغة الكلام او الثناء الكلام الحلو الجمل الحلو التشجيع دايما التحفيز دايما اذكر ايجابيات الشخص اللي معي او الشخص اللي قدامي او طفلي او ابني او اخويا او حبيبي او خطيبي او زوجي دايما ده واتجنب الكلمات السلبية ان انا اسكر سلبياته او ان انا دايما اصدر له الحاجة الوحشة اللي هو بيعملها او ان اقول له كلمة تجرحه لاندي بتقصر فيه وبتضعفه معانا دكتور ابراهيم وقلنا لغة الكلام او الثناء خلينا اكمل على كلامك انتقاء الكلام لازم ننقي كلامنا كويس جدا اللي يقولي اصلا كلامي دبش او انا ببتكلم وزي ما تيجي انا اصلا لقلبي على لساني لا افندي مفيش حاجة اسمها لقلبي على لساني صح رسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة ده بتطلع من بقك كده مش مجرد ان هي خرجت هي بمجرد ان هي انت فكرت فيها قعدت شوية عشان تفكر فيها وتخرجها من بقك من لسانك وصلت للشخص ما بقتش بتاعتك يبقى انت الكلمة اللي بتطلع من بقك خلي بالك منها جاية فين ورايحة فين ودي لغة مهمة جدا من لغات الحب وعلى فكرة ناس كتير جدا 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 بتشتكي من ان هي في علاقة مع شخص هو لا يتكلم لا يتحدث في امرأة تحب هذا السناء تحب الكلام وانت قاعد على الاكل كده قول لها اكلك حلو على فكرة ده كلام مهم جدا شكلك حلو لبسك حلو شعرك حلو شعرك وعلى فكرة هي مش في الكبيرة وانا قلت قال لكده ان هي موجودة في الطفل الصغير وموجودة لحد من اكبر علشان كده الولاد اللي دايما يحصلها ترومة في حياتها بتبقى الخزان بتاعها فابر نقص في حتة الكلام هي محتاجة من وهي صغيرة بنت وهي وقفة قدام المراية محتاجة اب يعدي من جنبها اخوها معدي من جنبها ايه الامر ده ايه الامر ده ايه الحلوة دي الكلام ده مهم جدا وعلى فكرة اوعى حد ينتقص من قيمة هذه المشاعر واوعى حد ينتقص من قيمة هذه الكلمات بالذات للبنات والولاد احيانا بس البنات بتحتاجها اكتر في سن معين وكمان لما بتجبر لحد ما تبقى سنها كمان كبير يبتحتاج لهذا النوع او لهذه الكلمات الجميلة التي تنتقل وبعدين هي مش هتنقص منك حاجة يشتكي الحياة مش هتنقص منك حاجة راجل الكلام الحلو عامل زي المياة اللي بتسقي بيها الزرعة عشان يعني تظهر وتجبر وتبقى شكلها احلى وبتجني كمان في الاخر كل كلمة انت بتجنيها زي البزرة والمية اللي انت بتسقي بتجني منها الثمار هتلاقي الزرعة متزع انك لتجني من الشوك العنب مستحيل ان انت لو بترمي كلام وحش على دوت و بترمي كلام وحش على دوت الله عجبتني الجملة زي قوي انك لتجني من الشوك العنب الشوك العنب مش ممكن واحد يرمي بلسان وكلمة هيبقى النتيجة بتاعتها مثمرة الا اذا كانت كل واحد فينا عارف هو بيقول ايه الكلام رايح فين وجاين منك اللغة التانية اللغة الهدية اللي كل رجالة دايما بتخف منها وبتهرب منها خلينا نقول يا جماعة ان الهدية مش بتمنها الهدية بقيمتها الهدية بمعناها انا ممكن اجيب وردة ممكن اجيب شوكولاتة ممكن اجيب لها اي حاجة هي بتحبها عروسة لعبة اي حاجة احسس حتى شركتي ان هي الطفلة اجيب لها حلويات زي ما اجيب لبنتي يعني الهدية بقيمتها مش بتمنها عشان الرجالة بتخاف من موضوع الهدية ويقول لك ما معناش نيجيب اول ما بيسمعه كلمتها ما معناش نيجيب لا مش بتمنها وحضرتك كراجل بقى محتاجين رأيك في هذه المقولة المرعبة بالنسبة للراجل لما بيسمع كلمة هدية خلينا دايما نقول ان اي احتياج داخل جسم الانسان او جوه لا وعي بتاع الانسان او يلوح عليه دايما ان هو محتاج هدية زي ما احنا قلنا في اللغة اللي قبل كده لياغوت الكلام فهي لغة الهدية ايضا هي لغة من لغات الحب طبعا ولا يمكن اوعى تنكرها يعني لو شركتك جات تقولك انا محتاجة منك هدية او محتاجة منك حاجة تذكار او محتاجة اعرف ده شيء مهم شيء مهم بالنسبة لها هي ما تقولش عليها طماعة ما تقومش الصبح كده وتقول ده بتطلب ده طلباتها كتير على فكرة هي مش كده خالص اه دعونا لننكر ايضا ان هناك نساء برضو يعني برضو ايه متطلباتها زيادة او دايما تقارن نفسها بابنت عميتها وبابنت خلاتها لا دي 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 قصة ثانية واللي بيجيلها كذا انت قادرة بشؤون بيتك انت قادرة بشؤون زوجك وامكانياته وادواته اللي ممكن يجيبها لي فزي ما انت قولتي مش هتبقى باميتها مش هتبقى بتمنها هتبقى بالقيمة المقدمة وطريقة الهدية والوقت بتاع الهدية وكل دو المناسبات يا جماعة الديت اللي بنا اول يوم عرفنا فيه بعض يعني عيد خطوبتنا عيد جوازنا عيد ميلادها عيد اول بيبي حاجات كده صغيرة قوى بتفرق مع الستات وبتفرق مع الرجالة برضو جدا ان النسات تفتكر عدم ميلاد زوجها او تعمل له سيربرايز او اي حاجة مش شرط قولنا تكون كبيرة وبعدين فيه مكبر مثل كلنا بنخضب بنهزر بيه اللي هو انا عايزة ورد إبراهيم في الفيلم هي فعلا كمان الورد مهمة قوى عند السبب يعني هو لغة من لغات الحب الجميلة لو انا جبت وردة انا معرفش ايماتها والله يعني انا الرجالة دايما بتاجه ايه 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 ما هو قال لها اه اجيب لك بطيخة ولا اجيب لك بالضبط قالت له لأ انا عايزة ورد خليني برضو اقول لك موقف برضو في الجوانب السلبية للهداية ان الايماء بتاع الست لما يجي له هداية لازم تدي حتى لو الهداية قيمتها قليلة لازم تعظم من قيمة الهداية طبعا ومن شأن الهداية ومن اللي جايب الهداية وتهديله الكلمات الحلوة والعبارات الجميلة ان هو جايب الهداية ما تقللش منها على فكر انا مرة حصل قدام الموقف كنت مرة قاعد في مكان ففي واحد كان بيعمل ساسبينسل خطبته وكان جايب لها هداية وبعدين هو دخل راحت طايلتس وسبها فانا سمعت الحديث بتاعها طلعت الموبايل بسرعة شفتي جايب لي ايه ده جايب لي وفتحت الهداية وبدأت تقلل من قيمة الهداية قدام صاحبتها بطريقة انا نفسي استفزيت وصعب علي اللي جايب الهداية دي جاينا دي ده قصة تانية يا جماعة دي الناس الجاينا انا قصدي ايه يعني حتى جواكي حتى لو قيمة الهداية لو جابها لك حتى افرح بيها افرح يا ستي افرح بتمنى شكرا انت ايه ما يحس ان هو حس ان عمل حاجة عشانك هتدي له حافظ انه يبقى عايز يعمل الاكتر والافضل والاحسن والاجمل لكن لما يحس ان هو زي ما بيعمل زي ما بيعملش ما بيعملش ساعات في رجالة كمان يا دينا بتبقى فعلا بتشقى بالقرش بتاعها وتشتغل طول النهار وحاسس ان الحاجة اللي هو جابها دي كبيرة بي اعلى واقيم حاجة ممكن عشان تعب فيها فهو مستني رد الفعل بتاعك كلمة الحلوة يعني لا تقللي من شأن الهداية وتقرني نفسك بصحبتك او باي حد تاني الهداية عمرها ما كانت بالتمن الهداية بالقيمة ومن الشخص الجبالك وبمشاعرها والله هتمبسطي اكتر هتفرحي اكتر اكيد نردى بالقليل اهم حاجة الردى طيب اللغة التالتة لغة الخدمات زي ما بيقوله او مش هنسميها الخدمات الافعال المواقف يعني الزوج مثلا يوم يخسل بدل زوجته الموعيد يروأ البيت ويرتب البيت مكانها يروأ القوضة بتاعتهم مرة كأنه بيعملها مفاجأة وارد تكون هي ما بتفهمش اللغة دي وتشوف ان ده حاجة عادية وانت هتفهمه من اول مرة بتعمل ده فهتفهم ان دي مش اللغة اللي هي بتحبها وبتفضلها بس لغة الافعال زي مثلا اتنين بيحبوا بعض ان انا اخد يعني خطوات فعلية عشان اتجاوزوا عشان اقابل اهلك عشدين ده ده فعل الراجل بيترجم دايما حبه افعال الراجل مش مش طول الوقت ستة محتاجة كلام فيه وقت بتبقى محتاجة فيه فعل بتبقى محتاجة فيه خطوة بتبقى محتاجة فيها موقف رجولي بتبقى محتاجة انها هتحس ان انت سند ان انت داعني بالنسبة للراجل المواقف والافعال بتختلف عنه غير السبت ولا لا؟ هسرق منك برد الجملة اللي انت قلتيها لو انا زوجتي تعبانة او ما عندهاش قدر ان نهاردة تقوم يعني مقريه في النهاردة انها تقوم مثلا تعمل حاجة في البيت وانا قمت عملت معها او ساعتها او سنتها هل هذا ينتقس من رجولتي مثلا؟ ده السؤال اللي بوجهه لكل رجل لا بالعكس ده هيزودك رجولة حتى قدام نفسك وقدام زوجتك او شركتك على فكرة هذا لا ينتقس منك تماما ده بالعكس ده انت يقولك لي ايه ان هو ممكن يبقى موقف رجولي وانا اشله لك في يوم من الايام وعلى فكرة الست شوافة وحساسة ولو شافت الحتة دي كويس جدا من الرجل والله هتتشألب له بعد كده هتتشألب لك ها؟ هتعمل لك كل هتتشألب لها هتتشألب لك عشان كده اللغة بتاعت اخدمي دي هي لغة موجودة منذ القدم تعالي كده الجديدي وجدتك ووالدي ووالدتك كانوا اصلا لغة الحب بتاعتهم زمان امي كانت عشان تبين لي الحب بتاعتها ما كانتش بتقولي انا بحبك هي كانت تجيبلي تاكل تاكل يا حبيب تقوم تخدم هي الحد تستنيك لما ترجع متأخر او ترجع متدرس وتقوم تحضر لك الاكل وتشيل مكانك وتعمل هو ده حتى التربية تربية لغة من لغات الحب ان هي تصهر طول الليل عشان روحتك لما تكون تعبين تصهر جنبك تخدمك تاخد بالها منك ومن اكلك ومن شربك ومن لبسك ومن موعيدك ومن كل دي امومة حب الامومة اكبر واعظم لغة حب هي الامومة يعني اغلى انواع الحب الامومة فدايما بتترجم برضو افعال فالحب ينقص اذا نقصت الافعال الافعال عشان كده ان انت تكون بتخدم او بتقوم باعمال خدمية داخل اسرتك مع بيتك بتودي ولادك الدروس او بتوديهم التمرين مع زوجتك او بتمارس هذه الخدمات المهمة ابنك وبنتك ومراتك وبيتك كله شايف ان انت بتعمل موضوع ده على فكرة ده مهم جدا احيانا فيه اب فيه بنت تطلب من ابوها بابا وديني التمرين وقف معايا وتفرج علي وشفني وشجعني بابا هي ابن الزبالة دي لغة الحب اللي هي بتفهمها هي محتاجة ده وهي كمان كزوجة وهي كمان كأم وهي كمان كأخت بتحتاج هذا النوع من انماع الدعم اللي هو وجودك في حياتها ان انت بتديها عنصر من عناصر الوجود احيانا تواجد وده مهم جدا هيفرق معاك اللغة المهمة الوقت الوقت واستثمار الوقت في الشخص اللي بتحبه او في شركك او في ابنك او في بنتك او في صديقك ان انت دايما تكون حريص ان انت تطلع معايا تقضي معايا وقت حل سواء تقعوده في مكان او تسافره رحلة رحلة ما او ان انت تقضي مع ابنك وقت في الدرس وفي المهارات اللي هو بيحبها وتشاركه فيها ان انت مثلا مع حبيبتك او مع زوجتك لو انت مسافر لو انت كذا انت بعت لها وحشتيني وقت خسرقت من وقت شغلك حتة هي بتقدرها ان انت طول الوقت تفضل معاها على التليفون تكلمها بالساعات بالليل ده من نسبة لها وقت انت بتاخده من راحتك ومن مجهودك ومن الوقت بتستقطعه من وقت نومك المفروض ترتاحه عشان تكون معاها كل ده بيتقدر بنحطه تحت بند لغة الوقت الممتع وليس الوقت الايه المغذي المغذي اللي انا اقضي وقت معاها مبوز ومنكد وبتخانق وبشخط وبنطر وبتلكك على خارج وانا ارفان وخارج وانا زهان لأ طالما قضيت وقت وتحسب عليك خليه وقت ممتع يتسجل تزاكرة بايجابيات وليس بسلبيات بالنسبة للراجل كون ان انا قديت وقتي لشخص ما فهذا له وقت مخصص فله اهمية بالنسبة لي اكيد فعلشان كده الشخص اللي انا هععد معاه وهديله جزء من وقتي يبقى لازم اسمعه كلام سمعني لازم يسمع الشريك بتاعه كلام يشاركه يقعد جنبه يحكي معاه يسمعني يسمعي دي لغة مهمة جدا من لغات الحب لغة الكلام زي ما قلنا في الوقت اه ان انا انا خصصت وقت عشان اسمع اللي قدامي ان هو يسمع الكلام الحال على فكرة فيه دايما فيه ناس كتير فيه ستات كتير فيه ناس كتير بتفتقد هذا النوع من انواع الحب انا مش عايزة هدية يعني انا لو جبتيلي بقى ايه لغة من لغات انا مش عايزة منك حاجة انا عايزة تقعد معايا تقول لي كلمة مانا جبتلك هدية لا يا فنة خلي بقى لك بقى انت لازم لازم تفرق عشان بس ايه ما ندخلش ونخرط كل الامور بعضها في بعض الرجالة بتقول انا بقى جبت لها هدية يا مبانا وجبت لها احلى هدية وادتها في احسن مكان وصهرتها بس ممكن تكون صهرتها واقعدت معاها زمانتي قلتي بس ما دتهاش جزء من وقتا كانت تتكلم معاها تقعد على الموبايل بتاعك او قعد على اللاب بتاعك وقعد تتكلم في شغلك وقعد تتكلم معاها ولم تسمعها حتى كلمة حلوة قعد معاها كأنك مش موجود بلظبط وطرى ما قضيت وقت تتحسب عليك قضي كويس بلظبط خصصت وقت يا راجل يبقى انت لازم تخصصه استثمر استثمر الوقت دوت في ان انت لازم تسمع اللي معاك كلام حلو وعلى فكرة الكلام الحلو اللي انت هتقوله او حتى الوقت الكويس اللي انت هتقضي لو انت روحك حلوة وعارف انت ايه في راجل كده قاعد انا طالع معاكو بقى عشان خاطر ايه يعني ما تقرفونيش هتعرف يبقى انت بنقص الوقت بقى انت هتطلعه فتطلعه كده وانت رايق واندي وقتك وانت رايق وانت كده حلو كده بدل ما يتنكد عليكو نيجي بقى للغة اللي صعب تتزيف المسن لغة اللمس او التواصل الجسدي اللغة بين قاية اتنين ان تكون قاية جنب الشخص اللي بتحبه تطبطب عليه تحضنه تلمسه تمسك ايده التعانق اليدين زي ما بنقول بيقولوا ان كل حاجة ممكن تتزيف زي الكلام زي الفعل زي التصرف لكن الحضن الحاجة الوحيدة اللي استحالة تجذب او استحالة تتزيف بين اي اتنين يعني لما شخص يجي في حضنك بتحس الشخص ده بيحبك او لا بتحس مشاعره مزيفة او لا الحضن استحالة يجذب عشان كده دايما الستات بتحب الحضن وبتحس دايما فيه بالامان وبتحس فعلا ان ده الحب او لا بالنسبة للرجالة يا دكتور ابراهيم تواصل الجسدي او اللمس بيمثل بالنسبة لكوا ايه؟ لو صنفنا لغات الحب الخمس بالترتيب كده اعظمهم هي لغة اللمس بالنسبة للرجال بالنسبة للرجال اعظم هدية ممكن لشخص يقدمها لشركته في وقته صعب جدا ان هو يكون موجود في الحدث وعدم موجوده في الحدث نفسه دي اكبر كارثة ممكن تتخيله يعني مثلا لو انا في مشكلة ما او في مناسبة ما وانا محتاجة الشريك بتاعي ان هو يدخل معايا او يكون موجود معايا في المكان ده في الوقت ده وان هو يمسك ايه دي كده قدام كل اللي موجودين او او انا كن حد خزالني او في مشكلة ما ولاقي معايا اتحامة فيه وقف واحد لمس ايه دي كده واخدني في حضنه كده وداخل بي قدام الناس يعرف انت المحارب او المقاتل اللي بينزل يقاتل طول الليل والنهار وربنا زي ما انا قلت ان خلق الرجال خلقهم للقتال بيقويني على الدنيا انت مع المحارب بتاعك او المقاتل او الرجل بتاعك او السنب بتاعك فعشان كده لغة اللمس ساعات كده لما واحد يمسك ايد حبيبته او خطبته او مراته في وقت ضعفها بيديها دور غير طبيعي خلاص هو خلاص هو وصلها للحتة الامان الامان اللي هي بتدور عليه وعشان كده هناك بعض الرجال الذين ينكرون هذا النوع من المشاعر يقولك بيشوفو ضعف بيشوفو عادي يعني ايه يعني يعني انا لما مسك ايديها هي هتحس يعني بالامان هو ده لا يحسسها بالامان فهو ربنا خلق الرجل وخلقه قوي وخلقه يقاتل وخلقه كده الست بقى هي المخلوق الاضعف طبعا والاضعف ده محتاج حد يكون قوي يحنو عليه هو اضعف مش معنى ذلك ان ده جانب سلبي في حياتها لا ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى هودك القوة عشان تديها انت القوة من عندك اكيد ودايما لغة اللامس دي مش موجودة بين بس زي ما انا قلت لك الشريك ده كمان موجودة بين الاب وبنته موجودة بين الاب وابنه موجودة بين كل الاشخاص تخيل كده هو لغة الحب بتاعته انا ما بحبش غير ان انت تططب عليه على فكرة في وقت ما وانت ممكن داخل على شريكك او حبيبك وانت داخل عليه بهدية ممكن لا يقبله انا مش عايز الهدية دي انا عايز خدني في حضنك انا محتاجة ممكن واحد يكون عايش برا في بلاد بعيدة وقاعد يبعد في هدايا ويبعد في فلوس ويبعد كل حاجة محتاجك انت محتاجك تكون موجود محتاجك جسدك محتاجة تلمسك محتاجك تطبطب عليها الاحتياج وتقبل الاحتياج وتلبية الاحتياج حاجة كبيرة قوي ومعنى كبير قوي من معاني الحب وترجمته كمان حضرتك ذكرت لغة التواجد دي لغة التواجد لغة اللمس مرتبطة شوية بلغة التواجد لان انا لو مش موجود مش هقدر اتلامس مع الشخص ده لغة الغيرة لغة الغيرة لغات الفرعية الغيرة البناءة مش الغيرة القاتلة مش الغيرة المرادية مش الغيرة الثامة الغيرة غيرة الحب لغة حب اغير عليك اه انخشك لا انت بتبص فين مش عارفة ايه لكن ما عملهاش مشكله كبيره وليله ونبذ على نم من بعضه وخناقه لا الغيرة البناءة الراجل بيكره الغيرة او احيانا بيتصنع انه بيكرهها وفي نفس الوقت بيتضايق لو شركته مغاردش عليه معادلة صعبة شوية بالنسبة للستات ايه هي الغيرة المتزنة اللي بيقبلها الراجل او بيحبها الحب يجمع بين العاطفة والعقل لو احنا جمعناهم هما الاتنين مع بعض في واحد بيقودهم اسم الراجل انا لو انا بحب شخص بحبه بقلبي ولازم يكون في عقل يقود هذا الجسم وهذا بقى لازم يقوده مع بعض علشان كده وانا بحب لازم ببقى متيقن تماما ان اللي قدامي هي كمان بتحبني فلازم يكون عندها نسبة من الغيرة اكيد فانا لو انا مش دارس الغيرة عند النساء يبقى انا بحب بقلبي بس وخلاص عشان كده انا بقول للي جيلي دول اللي بيستعجل الخناءة وبيستعجل الغيرة وبيستعجل المشاكل وبيستعجل الطلاق وبيستعجل كل حاجة لو شفت شات لو شفت حاجة طب ما تصبر طب ما تدي فرصة طب اه انت بتغيري ده جميل ان انا اغير وجميل ان احنا نغير اه ممكن نوصل مع بعض المرأة ممكن تشك ده ده طبيعي ان الست بتشك في كلها اكيد انما مش من الطبيعي ان الرجل يشك في زوجته او يشك في شريك مش طبيعي يعني لو وصلت المرحلة اه انت ممكن تغير ده خارج الطبيعة بس انت لو الغيرة بتاعتك انا بتشك بقى في حاجة غلط انت كده ايه انت كده لم تجمع بين العقل والقلب انت كده ايه الميكانيزم بتاع جسمك بوزت بوزت انت لحاجة بوزت فانت لما تجي تتعام مع شخص انت اصلا بتشك فيه يبقى انت فقدت الامان فقدت الاحتواء فقدت كل لغات الحب هتجيلي انت بعد كده بقى تقدم لهداية او تسمعني الكلمة وانت اصلا قلتلي ان انا بشك او قدمتلي حاجة بتدل على ان انت بتشك فيها فاعتقد ان الغيرة دي شعرة لازم تحافظ عليها بين الشك وبين الغيرة شعرة اه بالضبط طيب يعني الست بتشك وبتغير لان دي صفة موجودة فيها ربنا خلقها فيها لكن الراجل يغير لكن يشك دي كارثة طبع ممكن تنهي حياة ممكن تنهي علاقة ما ينفعش ترجع تبني الثقة طيب اكيد تمام لغة الهدايا احيانا لو انا مش دي اللغة اللي انا بحبها اترجمها ان انت جبت لهداية فانت عشان عايز مني مقابل لان انا مش بفهم اللغة دي مش بتاعتي فلما لاقي الشريك يجب لهداية وانا ترجمته غلط ما ينفعش هو يهجمني يفهم ان دي مش اللغة بتاعتي فيبدأ يعدل لايه؟ الموقف وفي نفس الوقت كل ست مش معنى ان شريك الجبل كده يبقى فيه قدامها حاجة الا لو هو معودك على كده تضيف قصة طيب ازاي نتفادى الحتة بتاعت ان انا اشك ان الهدية ليها مقابل او افهم ان دي مش لغة الحب بتاعتي فابدأ اغيرها السؤال ده ازاكي على فكرة طيب كل ست وكل راجل في الدنيا زي ما انا قلت ان هو ليه لغة من لغات الحب بتاعته طيب طيب خلينا يعني عشان نفهم السؤال اللي انت قلتيه اكتر عشان يوصل للناس اكتر هل انا ينفع اقول لشريكي ايه لغة الحب اللي انا بحبها يعني ينفع اقوله انا ما باجيش غير بالهدايا ما باجيش غير باللمس ما باجيش غير بالكلام الحالي يعني انا ينفع اعبرله لكن ينفعش اقوله صرفتك يعني شفتي بقى عندي الست بقى عندكو مشكلة لغة تكمل ليه بقى عندكو مشكلة لأ اكمل الجوزية دي طيب طب يعني انا ينفع اروح اقول ليشريكي انا بحب ان انا ادخل البيت ولا ايكي بتغيري علي ولا ايكي بتقولي لي كلام حل ولا ايكي عاملالي كذا ينفع انا اقول الراجل عادة بنسبة معينة بيقول ايه الست بقى لا انت بقى عمل سرش بقى ايه ودور شوفي انا بحب ايه لو بت له مهتم كنت اعرفت لو احبك لو مهتم علشان كده انا قلتلك ايه انا ممكن اجيب الهدية في وقت غير مناسب اه يبقى انت عايز من ورا الهدية دي حاجة حاجة علشان كده طب ما تسهيلي علي على فكرة الرجل ما هندوش التفاصيل دي بس عجل ايه 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 لو انت قعدت بقى تروحي وتيجي حقيقة الرجل لا يمتلك من الخبرات أنه هو يرضي بلغات الحب الخامسة في الأوقات المناسبة بس أنا ممكن أديله كده هنت كده أرميله كده إيه حاجة أه هي دي الترميح ألمح له الله أنا نفسي في دي مثلا الله دي عجباني الله شفت طحفة إزاي مثلا حصل معا كذا أو تلمحي تلمحي بكلام بكلمة تلمحي بباوست بموقف ببنت خدت عملت كل ده هو هياخد باله ممكن الرجل على فكرة الرجل ممكن ما بقاش لماع يعني في رجالة كتير وفي رجالة ما بتفهمش يعني مثلا واحدة حطت ستوري مثلا بتحب كذا يجي قل لها إيه مثلا هو أنت حط ده عشان تقولي لي أنه نعمل زيه بياخده عند ما تاخدوش على فكرة المشاعر المشاعر لا تناقش برضه بالزبط إفرد ما أحب كده إفرد أنا عاوزة ده إفرد أنا عاوزة ده على فكرة إفرد ده احتياجة عندي إفرد ده احتياجة عندي إن أنا عاوزة ده وهي بتلمحولك بس أنت البعيد مفيش إحساس البايد فأنت لازم برضه إيه لازم تاخد بالك من هذه اللغات الخامسة وإمتى هتقدمها علشان لو قدمتها الغلط في وقت غلط هيبقى نهار أبوك كله غلط طب فيه كارسة بقى التلاموس الجسد طبعا في ظل الوقت اللي إحنا فيه ده وفي ظل العصر الجميل اللي إحنا فيه بقى دايما أغلب أشباه الرجال اللي بنتكلم عليهم في برنامجنا لغتهم الأساسية مع الستة أو طريقة الوصول أغوك عايز يوصل للستة دي عشان جسدها عشان هتدي فهنا الستة هيبقى عندها كونفيوز هتفهم مثلا هتقول ده دي لغة الحب بتاعته فهتبدأ تدي تنازلات ما مش تنازلات بنقول علاقة لأ تنازلات أبو سحضن لمسة ايد الحاجات دي بس هو نيته نحي التانية علاقة جسدية هي خالص بعيدة خالص عن الإيه عن العلاقة المشروعية طبعا كده بقى فيه جاب كبير قوي بين لغة الحب الجسدية وبين لغة الحب الجنسية او دي مش لغة حب يعني عشان بس نبقى فاهمين الغريزة او الشهوة اللي الراجل بيحسها نحيط اي ست مش الست اللي بيحبها طب دي بقت مشكلة يا دكتور فرعيم ازاي نقدر نحلها او ازاي نقدر نعرف ان ده الشخص ده بيحبني مش شخص داخل ياخد مني حاجة جنسية ويخلع اه افعالي الحدود بتاعتك في وقت ما ام اجابة دي بازن ازم حد ايه بص انت تحس ب lavorه ب طاقة كل ست تحس بطاقة الرجل العايز يوصل ايه احظنيه انت او حدنيه وافهمي بس انت كده بتطلب من كل ست النهات تكون درسة لغة العيون ولغة الجسد ولغة يعني ده صعب مش كل الستين بتقوم بتعرف ده انت عرفتها اكيد بعد ما وقعتي في مشاكل كتير في حياتك طب معنى كده ان البنات لازم يقعوا في مواقف وحشة لا احنا مش عايزين انهم يقعوا في طيب عايزين بقى نقول لهم ايه من غير ما هم يكونوا فاهمين اللغات اللي احنا وصلنا لها بعد كتير ده لازم كل واحدة تبقى فاهمة ايه هي احتياجات الرجل تمام من البداية والرجل يعرف ايه ايه هي احتياجات الست تمام 볼 عمل عمل الست حيخلي الست يعني الإطراق والثناء والكلم الحلو فاخدي بالك لما الراجل يعرف صيات بيعرف يجي من ايه مكان يعني ممكن يجيبها من ودانك ممكن يجيبها من الكلام الحلو ممكن من لمسة ايد ممكن يجيبها من هداية ممكن يجيبها من وظيفة بشغلب بقى عمل كل اللغات هاور عايز يوصل لي هو عايز ايوصل زي ما انت قلت للحتة الشهوة اللي هو عايز يوصلها فالست كل ما بتكبر بتنضج وبتمر بأكتر من موقف بيتكون عندها مجموعة كبيرة من الخبرات اللي بتقدر تفهم فيها الشخص اللي جاي دوت هو جاي عايزي فمن أول كلمة بيقولها من أول مساء الخير دابدوب والقلب الأحمر على الوقت سابه هو بيتكلم بالليل كده فأنت عارفة إيه الغرض اللي من وراء السكة بس ليس كل رجالها كذا ومش كل الرجالة عندهم حتة دي على فكرة يعني أنا دايما بقيت أخاف أن أنا أجي أتكلم مع أي حد دلوقتي بقيت ولذلك أنا دايما إيه دايما أصدر له الطاقة الإيجابية أن الدنيا لسه بخير يا جماعة في لسه في رجالة وفي لسه نصة محترمة وفي ناس لسه كويسة عشان أولادنا يتطمنوا وعشان برضو بناتنا يبقى أكثر حذرا في التعامل مع الأشخاص عشان كده لازم تبقي أنت يفهم إيه احتياجات الرجل وإنت بتتكلمي معاه أن في نسبة كبيرة من الرجالة اللي أنت هتتعامل معهم في المجتمع هو الغرض الأساسي بتاعهم هتلاقي فيها شهو وفي جزء معين منهم هتلاقي الغرض بتاعه ممكن يكون مغلف يعملك الأول أن هو الشكل بتاعه شكل كويس ولكن هو من جوه برضو ليه غرض آخر علشان كده برضو إحنا يقول لك إيه حذر ما تخونش يعني ما تخافش بس احذر احذر وإنت بتتعامل مع الأشخاص نقطة مهمة جدا في إن الست وهي بتتعامل مع الراجل لازم وهي بتعمل عملية الحذر هتفرض الأمان ولا تفرض إن الراجل ده كويس ولا مش كويس دي نقطة مهمة بقى في الست دي كارثة وسعاد بتخدم على البطر فيه ستات يقول لك إيه أنا أفرض إن هو وحش لحد ما يثبتلي العكس مهم واحد تاني أنا أفرض إن هو حل لحد ما يثبتلي من وحش على فكرة اللي اتنين هضط مهم أنا لما أجي أتعامل مع أحد فيه ستة كده تقول لك أنا أول ما أدخل مع أحد وتكلم معه أنت وحش وتشقلب بقى وريني بقى إيه أنت حلو إزاي بس أنت إيه خلاص أنا مسجلة في الله وعي إنه وحش إنه وحش خلاص ما والله لو تشقلبت قداما وعملت أي حاجة مش هتتحول فأنا في الآخر ولو أنا افترضت في الأول إنه هو حلو لو أنت مسكت علي مليون حاجة وشفتني مليون حاجة هاخد كنا في جنب كده وقال لكي طب والله ما كان قصدي وهو عد أقنعك والكلام ده علشان كده طب أنا أقدر أعمل الموازنة إزاي صح موازنة صعبة دايما أستفت قلبي وأستفت عقلي ولازم أرجع للأسف معه والقلب ده ساعدني يعيني مشتاء اللحنية والتطبا والدلع ونش عارفة إيه يبقى هو مش متصلح عشان يدخل في علاقة يبقى أنا أنصح أي حد وهو بايز ما يتدخلش في علاقة صلح هو تقريبا يا دكتور إبراهيم إحنا دلوقتي المجتمع كله بايز إن نصلحه أبدا إحنا ووظفتنا ووظفتنا إيه كده بقى الناس كلها مشاعرها مدمرة ومهلكة ومجروحة ده حقيقة أنا هاخد منك الكلمة اللي أنت قلتها في أول اللقاء الخزان العاطفي اللي موجود عند نسبة كبيرة جدا من المطلقات في الفترة الأخيرة أكيد اطلقتي بقى أكيد عندها خزان إيه خزان فارغ فأكيد نسبة كبيرة جدا من الناس دي كلها من الستات ومن الرجالة كمان ومن الأولاد ومن الأطفال اللي موجودين فبقى عندهم خزانات فارغة فأنت ماشي بخزان فارغ خزان ده يا يتميلي صح يا ما يتملاش طب احنا تكلمنا أنه ما يتملاش طب انا أنت عايزة تحلل المشكلة أنا ما ينفعش أدخل في علاقة ما ينفعش هاملا بأي حاجة وأنا تعبان صح لازم الأول أخف من اللي أنا فيه وبعدين عشان أقدر أدخل في علاقة وأقدر أقويس وده مهم ونصيحة مهمة لكل رجل مش بنت بس أدام الجرح بجرح أول تدخل علاقة وأنت لسه تعبان خف الأول وما تخفش مجرد كلام لا أصلا التفافان ده أنت فعلا بقيت قادر ذاتيا ونفسيا وعاطفيا ردمت على العلاقة القديمة على الأقل بالنسبة لك ما بتمثلكش أي أهمية ما تدخلش على الفيسبوك وتدور هو عمل إيه أو أنا عايزة أن تئم منه أو هو بقى حلو الحلقة اللي عملناها في سيزون ون بتاعت الموفينج أون هو خلاص هو بقى بالنسبة لي هوى يعني حتى لو عدى اسمه زي محمد زيه زي أي حد يرجع شخص عادي زيه زي أي حد في حياتي لو وصلنا للفل ده يبقى أنا كده خلاص العلاقة بالنسبة لي خفيت ما خفيتش وإنت لسه بتعاني من جوك ولا وعيك قاعد يتخانق معاك تقولي الليل ياريتني كنت قلت له يبقى ما ينفعش نتخل في علاقة ياريتني كنت ولعت فيه ياريتني كنت عملت ياريتني كنت أنهيت العلاقة بالطريقة ديت ياريتني كنت أنا اللي سبته كل ده ما فيش حاجة هترجع الماضي بس إحنا ممكن نصلح الحاضر منك كثير جدا رسالة آخر كل حلقة الحب أجمل لغة وأجمل إحساس ممكن حد فينا يحسه كلنا نفتقدين للحب كلنا بندور عن الحب كلنا بنتمنى نحب ونتحب المهم من إحنا نحب إن إحنا نفهم لغة الحب بتاعت الشريكي بتاعنا ونعبر عن لغة الحب اللي إحنا بنحبها لشريكنا عشان العلاقة تبقى متزنة كل واحد فينا لخزان عاطفي وليه مفتاح لازم أدي شريكي مفتاح خزاني العاطفي عشان يقدر يملاه ولازم أتأكد إن هو ده الشريكي الصح الحقيقي اللي هقدر أكمل معاه ماينفعش أبدأ علاقة وأنا لسه ما أتعافتش من علاقة قبلها وأبدأ أحس إن العلاقة اللي سابقا انتهت لما يتذكر الشخص قدامي لا أبدأ أفتكره بوحش ولا بحله يرجع عادي زيه زي أي شخص غير مؤثر في حياتي ورأيكم دايما بيكمل رأينا في ضد الرجالة ولكن ترجمة نانسي قنقر